هذا البيان باسم الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وبداية نشكركم على عقد هذا الاجتماع كما ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة على مشاركته القيبة سيد الرئيس في ظل تطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة فأن دول مجلس التعاون تدين العدوان الإسرائيلي وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأمرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وترفض دول مجلس التعاون أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس وتطالب دول مجلس التعاون مجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشغيق كما نرفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم وتدين دول مجلس التعاون استهداف قوات الاحتلال للمشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين بالإضافة إلى قتل الصحفيين وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وتؤكد أن الحصار الإسرائيلي يخالف القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال وتشيد دول مجلس التعاون بنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى الهدنة الإنسانية وتمديدها التي سمحت بتبادل الأسرى وإيصال المساعدة وتعرب عن الأسف لتوقف الهدنة وتدين توسع الهجمات الإسرائيلية وامتدادها إلى جهد رئيس إذن مشاهدين تستمر حتى هذه اللحظة جلسة مجلس الأمن للتصويت على بشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة تحدث قبل قليل المندوب المصري وقال الحرب في غزة هي عقاب جماعي للشعب الفلسطيني و85 من سكان غزة أجبروا على النزوح ونطالب في المجموعة العربية مجلس الأمن بإقرار وقف إطلاق النار في غزة وأن العربة بادروا بالسلام مع إسرائيل وهم يتمسكون به وحتى هذه اللحظة تستمر الجلسة التي سيتم فيها عملية تصويت في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر